اتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين ديبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا يأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحية قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها كما يأتي تعيين ديبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشحين أفريقيين لتولي هذا المنصب وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده منصق لهذه البعثة الأممية الصغيرة ووفقا لديبلوماسيين فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب منصق البعثة سيأول حتما إلى شخصية أفريقية فيما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شددت على وجوب أن تكون هناك حلول أفريقية لمشاكل أفريقية وكان جوتيريش قد طرح اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لخلافة سلامة لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح ليعود الأمين العام ويطرح اسم مرشحة أفريقية أخرى هي الوزيرة الغنية السابقة هنة تتي التي لقيت ترشيحها نفس الرفض الأمريكي